تماماً كما وعدت ثيا الشقراء النرويجية التي لا يربع عمرها عن 12 ربيعاً وبتفاصيل الزواج ذاتها التي كشفت عنها أولاً بأول عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبفستان الزفاف الأبيض ذاته الذي ضمت ثيا صوره إلى ألبوم صور لدميتها وكعكتها المفضلتين كانت هذه الطفلة في الموعد في إحدى كنائس مدينتها أصلو لتعقد قيرانها على زوج يكبرها بنحو 25 عاماً حسب رواية الثياه فإن تخليها عن طفولتها الوردية مبكراً وأحلمها بأن تصبح ذات يوم طبيبة بيطرية كان بقرار من أهل رأوا في الزواج أنسب الخيارات وذريعتهم في ذلك ديقوا خيارات العيش قصة وإن بدت غير شاذة في مجتمعات عدة حول العالم هنا في النرويج كانت تلك القصة صادمة وأستفاد بسببها غيط دعاة حقوق الأطفال حول العالم لكن في وقع الآمر لم يكن زواج ثي القاصر بجرار سوى أسلوب غير معتاد من إحدى الجمعيات المرويجية لوضع زواج القاصرات حول العالم في دائرة الطوء فالاستفزاز أحياناً أدات قوية لكشف الحقائق الصادمة حسب أصحاب الفكرة أعتقد بأن الأمر مهم جداً لأنني أريد أن أظهر للمزيد من الناس مدى استفحال ظاهرة زواج القاصرات حول العالم أريد أن أساهم في نشر كيف أن الزواج دون السن القانوني جريمة نكرأ ففي بلدان عدة حول العالم تحطمت كل مهاني الطفولة على سخرة واقع مرير وزواج القاصرات أحد أسوأ أوجه ذاك الواقع فليس لفتيات المناطق عدة في هذا العالم حق في اللعب والتعليم بحكم بعض الأعراف والتقاليد بل وفي بعض الأحيان بحكم قوانين تلك البلدان ومكانهن الطبيعي مكرهات هو البيت في انتظار الزوج المعود قبل أن يتعدين مرحلة الطفولة لما أنا كانت في سوريا لم أكن راح تزواج بس أولا مدي تزواج واقع تعالت معه باستمرار صيحات دعاة حماية حقوق الطفل لكن الأمر حسب كثيرين يتطلب ردعا قانونيا أكبر والأهم من ذلك تغيير أعراف اجتماعية مغلوطة يسرق معها ربيع الفتيات بلا هوادة